فلاجأ صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعل أهلها ينصرونه على كفار قريش أو يحمونه من أذاهم وشرهم انظروا ها هو محمد جاء يستغيث بنا من أهله في مكة يظن أننا سنستجيب له ونؤمن بإلهه والله لنصلت عليه غلماننا وسفهاءنا حتى لا يفكر في العودة إلينا مرة أخرى رجع الرسول من الطائف أشد حزنا وألما مما ذهب إليها حزن لأن أهل الطائف لم يؤمنوا به بعد أن مكث بينهم عشرة أيام يدعوهم إلى الإسلام وكان يعلم أن أهل مكة لن يسمح له بدخولها بعد أن حاول أن يستنصر بأهل الطائف عليهم لمح حديقة في أسفل الوادي فنزل إليها وكعادته دائما إذا أحزنه أمر توضأ ثم صلى ركعتين ثم دعا الله عمتم صباحاً اسمي عداس أعمل في هذا المنزل الذي يملكه سيدي عدبة بن ربيعة وقد رأاك في هذه الحالة فأمرني أن آتي إليك بطبق من العنب أخذ الرسول الطبق شاكراً للغلام ثم سم الله قبل أن يأكل أتسمي الله قبل أن تأكل والله هذا كلام لا ينطق به أهل هذا البلد قال الرسول منتبها ومن أهل أي بلد أنت يا عداس أنا من أهل نينوى قال صلى الله عليه وسلم نينوى إنها قرية الرجل الصالح يونس بن متة وما أدراك بيونس بن متة قال صلى الله عليه وسلم يونس أخي كان نبياً وأنا نبي أأنت محمد بن عبد الله؟ والله كنت في شوق كبير إلى رؤيتك وسمعت كثيراً عن الدين الذي جئت به قال الرسول الكريم أوتؤمن بدعوتي يا عداس؟ أتكون أول من أسلم من أهل الطائف يا بني؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أهل يونس نبياً شكرا